ونتحول الآن إلى مقر وزارة الصحة بالرباط لنتابع وقائع الندوة الصحفية اليومية عن تطور الحالة الوبائية المرتبطة بكورونا في المغرب يومية لمرض كوفيد-19 ببلادنا وأود أن أذكر في البداية على أن هذه الأرقام هي أرقام مؤقتة في انتظار الحصول على باقي الأرقام من المختبرات المرجعية ببلادنا والتي سيتم نشرها لاحقاً بالموقع الرسمي لوزارة الصحة خلالها في بعض الوقت بين السادسة مساء من ليلة أمس والسادسة مساء من اليوم تم تسجيل 26 حالة جديدة لمرض كوفيد-19 ليرتفع بالتالي إجمال عدد الحالات المسجلة في بلادنا إلى 359 حالة واستبعدت بعد النتائج المخبارية 1461 حالة توزع هذه الحالات 359 حالة على جهات المملكة وفق ما يلي جهات الدار البيضاء ستات مية وسبعات الحالات جهات فاس مكناس 63 حالة جهات الرباط سلا القنيترا 64 حالة جهات مراكش أسافي 62 حالة جهات طنجة طوال الحسيمة 23 حالة جهات سوسماس 11 حالة جهات بنيم الله الخنيفرة 10 حالات الجهة الشرقية 13 حالة خمس حالات بجهة ضرعة فلالت وحالة واحدة بجهات قلميم ودنون جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الدخل والدهب صفر حالة تنقسم هذه الحالات بين 42% من النساء و 58% رجال عدد حالة الوفيات للأسف الشديد تم تسجيل ثلاثة حالة وفيات أخرى لتنضافة إلى 21 حالة وفاة فيصبح الرقم 24 حالة وفاة مسجل ببلادنا بالنسبة لهذه الحالة حالة الوفيات تتوزع بين جهات المملكة على الشكل الآتي ست حالة وفيات بجهة الدار البضاء السطات خمس حالة وفيات بجهة مراكش أسفي أربع حالة وفيات بجهة الرباط سلا القنيطرة ثلاثة حالة وفيات بجهة فاسم كناس حالتين وفاة بكل من الجهات الشرقية وجهة سوسمسة وحالة وفاة واحدة بكل من جهة بن ملال خنفرة وطنجة طوان الحسيمة وبالنسبة لحالة الوفيات كان المعدل السن هو 66 سنة وجميعها تعاني من أمراض مزمنة وكلها دخلت المستشفى في حالة سيئة أو حالة حارجة بالنسبة لمجموعة الحالات المسجلة في بلادنا التي هي 359 حالة تنقسم بين 59% من الحالات المحلية و41% من الحالات الواردة بالنسبة للحالة السريرية للمرضى على الساعة قبل دقائق من الآن 13% من المرضى لا يعانون من أي أعراض سريرية اليوم 72% يعانون من أعراض في حالة هيئة أو متوسطة 90% منهم يوجدون في حالة خطيرة و6% يوجدون في حالة حارجة هذه هي الحصيلة المؤقتة لمرض كوفيد-19 ببلادنا إلى حدود هذا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته